تمام يعني بما اننا بنتكلم على الوطن والبلد بكرة ان شاء الله اولى مباريات متحدة من قومي ان شاء الله بإذن الله اللي هتقام في الجابون ويعني لسه النهاردة مفيش من شوية انا عارف ان حاكم تجاي في الطريقة اكيد ما تفاقش على المباراة المغرب وهه هزيمة من جزائر مبارح وجزائر وتعادل من زنبق مع زنبابوي وقبلها تونست غلبة مسنغال فاذا المنتخب المصري كل امال العرب معقودة او كل الناس بتنظر الان الى المنتخب المصري وماذا سيفعل غدا وجدت نظر حضرتك الاول بشكل عامة كابتال مصطفى عشان بعد كده نخش في التفاصيل وجدت نظر حضرتك في منتخبنا خلال الفترة اللي فاتت واستعداداته لغاية النهاردة انا شايف ان احنا عندنا لعيبة على اعلى مستوى ودائما بقول ان انا اسلام وانت كنت نجم من نجوم مصر في فترة طويلة لأول مرة في التاريخ يبقى عندك لعيبة محترفين ستة وسبعة وثمان لعيبة في المنتخب كلام مظبوط النقطة التانية انت عندك متوسط الاعمار اللي حيلعب اللي حيلعب من سبعة تمانية النقطة التانية انك انت سن او متوسط الاعمار صغير جدا باستثناء النجم الكبير الاسطورة بالنسبة للمصر عصام الحضري وفتحي اللي رجع لمستوى يعني انا سعيد بيه جدا يعني انا بحبه من ايام لانه هو طبعي من الاليوبية من بانها ايو يمكن همو دول اكبر اتنين اللي عيبة في الملعب معهم طبعا شريف اكرامي طبعا نعم اللي بعتبره من افضل حراس المرمى لفترة اللي فاتت عندنا راجل عارف هو بيعمل ايه عايز ايه انت عارف قمة النجاح فين يا اسلام فين يا كابت في الجدال اللي حاصل في مصر كلها مين اللي حيلعب المدرب الناجح وعلى فكرة اتفضل يا كابت المدرب الناجح اللي يشعر او يخلي اللعيبة كلها كل واحد عامل حسابه انه حيلعب ولكن يا كابت اللي عايز اقول لك حاجة بمناسبة الكلام ده 90% من القاوم الرئيسي للمنتخب كلنا عارفينه معه طب صبت ومع ذلك بيجي قبل كل المباراة صبت بيعمل هذه الحالة يعني برافو عليك يا كابت اللي فاتت نظرنا الفكرة ان احنا عارفين اسلام ده دي قمة القيادة انك تخلي كل واحد حيلعب انا عشرة مدربين كتير في الناحيتين ال 11 او ال 13 واحد ركز عليهم والبقى في الوبا ايوا صح انا اشتغلت مع بايسا كان اهتمامه اللي ما بيلعبش اكتر من اللي بيلعب بايسا اه نعم وكان اهتمامه في التدريب اللي ما بيلعبش اكتر من اللي بيلعب لان انا بلعب مش محتاج الخواجة في حاجة ولا محتاج حد لكن لما بيلعبش طبعا كلنا عشنا طبعا كده وكده فانك تعرف تتعامل مع 23 لعيب على اساس ان 23 لعيب هيلعبه فده انا بعتبره قمة النجاح النقطة الاهم بقى ان مستر كوبر لعيبتنا مش بامكانياته هو كمدير فن كبير بيلعب بامكانياتك انت كالعيب كامكانياتك كتيم بمعنى هيك بتمعش بمعنى انه ما بيتهورش ان ده محتاج يعني جزء من التدريب انك يبقى عندك جرأة لكن عنده بحساب اوكي عنده بحساب بيعرف انت يعمل ديت وانت ما يعملهاش نعم فده من مميزات هذا الرجل النقطة التانية الاهم انك انت بقى لك ثلاث دورات بره اللعبة نعم بره افريقيا انت عندك مي بلعب في افريقيا الاهلي والزمالك اهلي والزمالك بقى الناس تيمي خدناهاش بقى النا فترة فبالتالي حتة الاحتكاك بتاع اللعيبة دوت مش موجود افريقيا وانا ضد حدة انك انت تحتك بأفريقيا لكن عندك نجوم كبار بيتعملهم بيت حساب نعم عندك على رسوم محمد صلاح والنيني وكوكا ووي 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 مش عايزة قوي ده ما يقللش من فتحي وسعدي سمير وشريف اكرامي يعني انا شخصيا متفقل جدا بمنتخبنا ودي طبيعة طول عمري احنا نتكلم بعد الماتش نتكلمش قبل الماتش لان كل كلمة بتوصل هناك تأكد انا يمكن فيه كونتاكت بيني وبين الحضري نعم على الواتس وكده وبتعب اتطمن ووحمد ناجي وبتعب اتطمن يعني طبعا لكن الراجل هو عارف هو بيعمله فانا معجر بهذا راجل جدا 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 عايزة اسأل حضر